بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في استادي الأهل خلينا أطرح على حضراتكم سؤال في بداية الحلقة هو فعلاً الأهل عالمي؟ سؤال مهم ممكن كتير ما يقدروش قيمته لكن مبارح كان فيه ماتش مهم جداً نادي بوتافوجو البرازيلي كان بلعب أتلتكو مينيرو البرازيلي برضو في نهاية كأس بطولة أمريكا الجنوبية والماتش يتلعب في الأرجنتين في حضور جماهيد رهيم طب وإحنا ملنا بماتش في أمريكا الجنوبية لا ده ملنا ونص كمان بوتافوجو البرازيلي كسب البطولة الكبيرة دي رغم أنه لعب الماتش ناقص واحد من أول ديئة وصعد لمقابلة باتشوكا المكسيك في قطر والفائز من الماتش ده هيصعد يقابل الأهل اللي صعد لكاس التحدي بعد الفوز ببطولة نص الدنيا على حساب العين الأماراتي بطل أسيا وهينتظر الأهل إما بوتافوجو أو باتشوكا علشان يحق الحلم الكبير بإذن الله بالصعود لنهاية الانتركنتينتل قدام ريال مدريد بطل أوروبا كل وسائل الإعلام في البرازيل وأمريكا الجنوبية ووكالات الأنباء العالمية بتسلط الضوء على فوز بوتافوجو البرازيني وبتقول إن الأهل المصري بطل أفريقيا وبطل نص الدنيا ممكن يقابلوا في كاس التحدي شفت إزاي الأهل العالمي هي دي قيمة الأهل قيمة كبير الكرة الصمرة واللي صنع مجد كبير ولسه عنده كتير وتخطى الحدود المحلية والكرية وبقى اسم معروف في البطولات العالمية هو ده الأهل اللي مشرف اسم بلاده النهاردة في الساد الأهلي عندنا مباراة مهمة وعودة مرة أخرى لبطولة الدور الممتاز في الجورة الرابعة النهاردة الأهل أمام البنك الأهلي ودائما وأبدا مباراة الأهلي والبنك الأهلي مباراة بتكون فيها الصعوبة للنادي الأهلي شفنا موجهات الفرقين لكن كل توفيه لعيب النادي الأهلي ضيوف النهاردة هيكونوا في السودة التحرية نجم الأهل الكبير كابتن محسن صالح وأيضا نجم الأهل الكبير كابتن هاني رمزي ومحل القناة الاهل للأستاذ محمد باز